مرحبا مواليد برش الدلو ومرحبا كل شخص بيعرف انه طالعوا برش الدلو كيف ادا تكون سنة الـ 2021 سنة الـ 2021 هي سنة كتير مهمة سنة كتير مهمة سنة مميزة سنة مختلفة عن بقية السنين هايدي السنة بيزوركم فيها كوكب المشتري مرة كل 12 السنة اخر مرة زاركم كان بسنة الـ 2009 فتذكروا شو اللي صار معكم شي حلو بالـ 2009 هلأ الدورة الفلكية بترجع وبيرجع بيفتح الحظ باب جديد بيوشكن بنفس الوقت في عنا زيارة لكوكب سحل هلأ هون القصة كوكب سحل ليوصل لبرشكن مرة كل 28 سنة ولما يرجع كوكب سحل لبرشنا لبرش اي شخص بعدها عم بيحمل معه دروس كتير كبيرة فبتكن تقولوا انه هلأ ابتداء من الـ 21 بمرحلة تستمر سنتين ونص الـ 21-22 ويمكن جزء من الـ 23 في دروس رح بتعيشوها تجارب بتقويكن وبتعطيكن همي الحلو انه زيارة سحل رح بيكون عم يرفقها المشترية ورح بيخفف كتير من الضغوط ومن هالدروس الصعبة فيه احتمال انكم تفرحوا كتير تنبستوا كتير بكل التجارب يلي رح تمرقوا فيها بالـ 2021 بنفس الوقت كوكب اورانيوس موجود في البيت الرابع عنكن احتمال انه يكون كمان يدخل كوكب اورانيوس مفاجآت تطورات على حياتكن الخاصة خلونا نبلش قبل ما ابدأ بتفصيل هذول الكواكب خليني بلش بالكسوفين كل سنة فيه كسوفين الكسوف حركة طبيعية ما لازم حدا ينقز منا كل سنة فيه كسوفين هدا شي طبيعي اذا ما صار فيه كسوفين معناتها فيه شي كارسي كل سنة فيه كسوفين الكسوف بهيد السنة رح بيكون بالنسبة لالكن هالكسوفين على محور البيت الخامس والبيت رقم 11 يعني فيه احتمال انه يكون فيه عنكن بهيدي السنة تصليت اضواء على اذا متزوجين عنكن اولاد على الاولاد او على مسألة اولاد ولادة اطفال او على علاقة عاطفية او صداقة معينة وعلى اموركن يلي انتو بتحتفلوا فيها فهيدي بلكون تنتبهو لهالمسائل هاي لانه كسوف وهالكسوف بشهر حزيران بنرجع بي ديسمبر باخر السنة فيه عنا كسوفي برش القوس يلي بيصلت ضوء على علاقاتكن مع اصحابكن مع الناس بنحاولكن والناس اللي بتعتبروها انه صديقة لالكن لانه كسوف فيه احتمال انه يكون فيه نوع من علامة استفهام حول هذه المسائل كيف بدأت تكون السنة بالنسبة لحركة الكواكب شو تأثيراتها هاي دي السنة منه سنة منه سنة صعبة لكن منه سنة سهلة مية بالمية لانه سحل صار موجود ببرشكن عم يتحديكن سحل منه لعبي سحل هو الاستاذ هو المعلم الصارم هو الاستاذ والمعلمة يلي بتطلب نتائج ما فيه مجال للهو ما فيه مجال انه شغلكون عملكون يروح من دوم تكونوا عم بتقدوا واجباتكم كما لازم فضروري تعرفوا من اول السنة انه شغلكون لازم يتحضر قبل وقت جميع مواليد برشندلو يلي بتروح على شغلة ما فرقانة معا رح تطلع سلتها فاضية هو قد تتفاجأ باخبار غير سارة وما تقولوا ما قلت لكم كوكب زحل في برشكن بيخليكن تغيروا تقلبوا المقييس رأسا على عقب لهالدرجة كوكب زحل وانا عم بقلكون وما تقولوا ما قلت لكم كوكب زحل يقلب المقييس رأسا على العقب بيدخل شعور بالنقمي بيدخل شعور بالانزعاج وشعور بالاستياء ورغم بالتمرد وانه كفى ما بقى فينا قد يحمل أحيانا متاعب صحية قد يحمل أحيانا متاعب مع الأهل أو قصص العلاقة تتعلق بالأهل كوكب زحل منه سهل وما تقول وانا عم بقلكون لحتى حافظ على مصداقتي يدعو كوكب زحل كل 28 سنة إلى إحداث تغيير جذري بحياته للإنسان بشكله بصحته بعمله بمساره المهني مساره العائلي مساره الأكاديمي لهالدرجة حضروا حالكم لحسن الحظ لحسن الحظ وهيدي بعمله هايلايت وبضوه عليها وحط تحته سطرين ثلاثة أربعة كبير كتير لحسن الحظ المشتري يتدخل لحسن الحظ المشتري رح بيساعد جميع مواليد برشد دالو من أول سنة لآخرها رح بيساعدكن لحتى كل شي حكيته هلأ عن سحل يخفف وطقته ويفصح لقالكم في المجال أنه كلها التغيير يكون جميل جدا لكن هذا لا يلغي أنه ضرورة الشغل بطريقة professional رجاءا وضرورة الاهتمام بالصحة بالعائلة وباستقرار اللي عندكن يلي حابب يغير شغل في مجال هيده السنة تتغير الأمور لكن رجاءا ما تكون من خلال ظروف الصعبة يعني زحل بين هل اللين فلتكن من خلال تأثيرات المشتري يلي بدأ بابكن بطريقة حلوية ويقدم لكم مفاجآت كتير كبيرة ما بتتوقع هايدي سني سنة توقعات كتير كبيرة لالكن سنة مفاجآت كتير كبيرة لالكن الشاطر بينجح بخمس نجوم الشاطر المجتهد اللي بحط مجهود رح يتفاجأ بجمال هذه السنة الأمور المنى السابتي قد تزول قد تزول يعني يلي منه حابب شغله يلي منه حابب جامعته يلي منه حابب اختصاصه يلي علقته مش زابطه كل هايدي الأمور قد تزول وبيجي محله شي جديد يمكن ضغري يمكن ضغري فيلي انتو حابينه حافظوا عليه لأنه ينمو بقوة أكتر نجاحكن بيدوبل بيصير أكتر وأكتر تفوقكن بالعمل بالجامعة أكتر وأكتر يلي حابب يتجوز يلي حابب يسافر يهاجر كمان بس بكون تشتغلوا كوكب أورانيوس بالبيت الرابع يجلب أحيانا عدم شعور بالانتماء بينزعج من البيت من شكل البيت من الأهل من العائلة من الأخوة من الوطن بتلعباله يترك البيت بتلعباله يغير البيت يغير هويته يغير جنسيته في كتير تغييرات يلي بيته منه مشتقر على العائلية منه مشتقرة بده ينتبه هيدا أورانيوس قصته سبع سنين فيمكن من المستحسن التأقلم مع بعض الظروف يلي زعجتكن مش عاطل زحل والمشتري مش عاطل مش عاطلين بيساعدوكن لكن أيضا بفتحوا جروحاتكن بفتحوا جروحاتكن سنة برجع بكرر بتعطيكن الكثير والكثير كل هالأمور عم بسكرة سوف يطفئ نارها كوكب أورانيوس كوكب أورانيوس كوكب أورانيوس كوكب أورانيوس هو الملاك الحارس لمواليبوش تدلو هذي السنة على مين رح بيأثر كوكب سحل هذي السنة بيأثر بشكل خاص على مواليد كانون التاني يناير عم بيزورون كلهم من أول السنة لآخرها بيأثر عليهم وبالطال ترطوشي مواليد واحد اثنين وثلاث شباط فبراير هذي المواليد اللي زكرتها لازم حتى يلي بيعرف الدرجة اللي خلقان فيها طالع هذي المواليد اللي زكرتها ده تنتبه على صحتها استقرارها العائلي واستقرارها المهني كل الاستقرار اللي عندهم فيه تغييرات كبيرة بدأبهم مرح ارجع احكي لانو هلا احكيتهم كوكب أورانيوس عم بيشكل مربع مع مواليد كانون التانية يناير يعني منشوف انه مواليد كانون التانية يناير من أورانيوس ومن سحل التغييرات كبيرة جذرية مش بالضرورة تكون سلبية برجع بقلكم لكن حضروا حالكن باب التغيير عم بدأ بابكن بقيت مواليد شباط فبراير بترجع عندهم ٢٠٢٢ و ٢٢٣ بجميع الأحوال هيد السنة هي سنة ضروري أول شي الاعتراف ببعض المسلمات كنت تعترفوا فيها في أمور ما فيكن تقلبوها وتغيروها رأسا على عاقب فجأة فجأة بكن تاخدوا وقتكم فيها في أمور أكيدة رح تطوى في صفحات أكثر من صفحة سوف تنطوي في حياة مواليد برج الدلو ورح تبحثوا عن أمور تجلب لألكم المزيد من الاستقرار أو الشعور بالطمأنيني سواء صدقات أو حتى علاقات شخصية بعض مواليد برج الدلو بيبدأوا الكثير من الدورات التدريبية بدون يتمرنوا بدون يزيدوا مهاراتهم خاصة من الأمور التكنولوجية اللي هني شاطرين فيها ويلي بيستوعبوها أو يمكن حتى يرجعوا إلى الماضي إلى تجارب سابقة عشوة لحتى يبنوا عليها ويخدوا مننا عبر عبر ويقولوا إنه ما نفعتنا رح نتعلم شيء تاني هيد السنة تقبل جميع مواليد أبو شددلو على حياتها بفرح باهتمامات كبيرة وبنظرة متفائلة لأنها تنتظر الجديد وهي السنة رح بتقدم لكم الكثير والكثير من الفرص الجديدة ومن الجديد في حياتكم رح نرجع نلتقي سوا مع الأبراج الشهرية كل شهر بشهره بنحكي عن الشهر شو هي الأيام الحلوية شو هي الظروف لأنه قد ما حكينا حتى لو حكينا ربع ساعة نص ساعة ساعة ما بتقدر تلخي السنة بكاملة إلى اللقاء بدأتمنى لكم سنة مباركة سنة سعيدة إلى اللقاء باي باي شكرا للمشاهدة